موسيقى الرئيس السيسي يتبع جهود تنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي الأخيرة ويوجه بتحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال العام تزامنا مع أول أيام شهر رمضان مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة بتعاون مع الإمارات مع تواصل العدوان على غزة رامالة تحذر من عواقب اقتحام رفح وفرض قيود على دخول الأقصى وجوتارش يطالب تطبيق هدنة ودخول المساعدات بشكل كاف التسعى مسام بقوقت قهرة السابعة بتوقيت جريميتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصلنا هاتفيا مع سلطان هيثم ابن طارق السعيد سلطان عمان واضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زعيمين تبادل أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم وهو ما سمنه جلالة السلطان معربا من جانبه عن خالص امتنانه للرئيس السيسي ومتمنيا لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار كما أجر الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني واضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زعيمين تبادل أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيدوه على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للإطلاع على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها في عدد من القطاعات كذلك تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء آثار تحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشهيد والصناعات الكيموية والسيارات الكهربائية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية ومدى توفر مستلزمات الانتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الانشطة والقطاعات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات التصويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرس الحكومة على المضي في تنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة والتي تستادف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلية للاقتصاد وخلال اجتماع لمتابعة جهود دعم تنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة استعرض مدبولي جهود التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي بما يعمل على دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملكة للدولة بهدف تنفيذ العمل بها ورفع درجة تنافسيتها كثفت القوات الجوية بتعاون مع ناظرتها من الإمارات عدد من طلعاتها لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغطائية والطبية على شمال قطاع غزة وتواصل القوات الجوية المشاركة في التحالف الدولي تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط المساعدات على غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع ناظرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوية لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة فيما تواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية بتنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدامة وعدد من أسر الشهداء لمتحف القوات الجوية وذلك تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم وتضمرت زيارة جولة تفقودية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم سردا تاريخيا لبطولات القوات الجوية أعقبته جولة داخل المعرض الداخلية للمتحفة في إطار رعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر شهداء الشرطة نظمت الوزارة زيارة لهم إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية كما نظمت احتفالات لهم من منطلق تحقيق التواصل معهم ودعمهم ومساندتهم بفضل تضحيات الشهداء يعيش الوطن في أمن واستقرار منطلقا نحو البناء والتنمية لذلك كان التقدير المتواصل من الدولة ووزارة الداخلية لهذه التضحيات والحرص من القيادة السياسية على تقديم الدعم والمساندة لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن وزارة الداخلية دايماً بتوفر لي مرحلات وكده علشان أكون مبسوطة أكتر وحسن بوبايا قاعد معي نشكر جداً سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي على الرحلة اللي عملها لنا الجميلة دي للمضحف المصري وحرفان بنستنى الرحلات دي من السنة للسنة بنروح أماكن سياحية وبيجي معنا الزباط طبعاً الزباط اللي بيكونوا مرافقين دينا بيحسسوا الأولاد كأن فعلاً باباهم موجود بالنسبة لأب والأم بيحسوا كأن أولادهم لسه موجودين ما فقدوهمش بقى مبسوطة جداً والزبط أو الزبطة من دول ماس كابني أو بنتي وماشين مع بعض مرفقين ديهم وبيفسحوهم ويستوروا معاهم ويلعبوا معاهم أنا بقى مبسوطة جداً تعلم رئيس عبدالفتاح السيسي هو اللي بخلينا جوزي ما ماتش بوعياني مش يوتم وأنا مش أرمالها وحقه مرحش دا ربنا وعزو الجنة ولي يلقى عشان بنقبنا لرشتين أبويا ماتش أبويا شهيد بجنة وحايا رجال الشرطة كلهم معاوذين ولادنا عن عدم وجود الشهيد اهتمامهم ورعايتهم في مدرسهم وفي درستهم وفي القاب كل الحاجات الترفيهية في كل المناسبات هما معانا اليوم النهاردة جميل جداً وولادي والأسر الشهداء كلها مبسوطين أحب أشكر وزارة الداخلية على تعابها معانا بصراحة ويعني اهتمامها في أسر الشهداء وبحب أشكر قوي 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 الرئيس لإني هو بصراحة قد ترقال في خيره مش طيبنا ومهتمي بينا قوي أنا بحب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي هو بيخرجنا في أمكانها زي دي بيوديه في أمكانها زي دي عمري ما رحناها لا تمر مناسبة إلا وكانت أسر الشهداء حاضرة تتشارك هذه الاحتفالات ووزارة الداخلية سباقة دائماً نحو وضع أسر الشهداء في مقدمة اهتماماتها تستحبهم في زيارات إلى الأماكن الأثرية والسياحية ليستمتعوا بأجواء من البهجة والفرحة كجزء من رد الجميل لهذه الأسر التي تحملت وضحت وصبرت ليستقر الوطن مفلوط جداً أن أنا روحت مرحب مفل كبير وزورت الأهرامات وشوفت أبو الهول ووزارة الداخلية دائماً سنداناً دائماً منفرعنا وزارة الداخلية بتفسحنا وتعملنا رحلات عشان تعوضنا عن بابانا لا يرحموا وبيخلوا الزباط بقى جبنا زي بابانا لا يرحموا إشادة كبيرة من أسر الشهداء بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وبالتواصل المستمر معهم على مدار العام لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها فهم أمثلة على القيم النبيلة والتضحية والشجاعة فهذه الأسر هي مصدر الإلهام والعزيمة أبو يا سهيد دي حاجة أكيد تصرفي جمعونا كل سنة وبيحسسونا أننا أسر واحدة معهم وأننا ما بنحتاج أي حاجة بنلجأ إليهم شاكرين أفضاركم جميعا على الاهتمام بنا وأسر الشهداء وتحرص وزارة الداخلية دائما على اصطحاب أسر الشهداء إلى أنديات الشرطة وإقامة الاحتفالات معهم بهدف تكريمهم وهو ما يعكس تقدير الوزارة لتضحيات الشهداء والتزامها الدائم بدعم أسرهم وشهدت هذه الاحتفالية حضورا لعدد من الشخصيات العامة التي حارصت على الحضور لتكريم أسر الشهداء تهدف هذه الفعاليات إلى تقليل ذكرى الشهداء الذين سطروا بأرواحهم وتضحياتهم استقرار الوطن وتكريم أسرهم لطعمق روح الولاء والانتماء الوطني وترصيخا لقيم التضامن مع هذه الأسرة اهتمام واضح توليه القيادة السياسية لأسر الشهداء في هذا الإطار فإن وزارة الداخلية تقدم الدعم والمساندة لأسر شهداء الشرطة في كل المجالات وفي كافة المناسبات في تأكيد واضح على أهمية التضحيات التي قدمها آباءهم بسبيل استقرار وأمن الوطن ترجمة نانسي قنقر شدد وزير خارجية سامح شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره الهدف ذا الأولوية القصوى جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض شكري جهود مصر للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبها الإنسانية الكارثية مجددا رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضي حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التصريحات التي أدل بها رئيس الحكومة الاحتلال بنيمين نتنياهو ورفض خلالها مطالب الرئيس الأمريكي باعتبار دخول مدينة رفح الفلسطينية خطا أحمر أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين أن تصريحات نتنياهو تدل على نوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة والاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك وطالب أبوردين واشنطن بدرورة إلزام إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتارش تضامنه مع سقان غزة في رسالة وجهها للعالم مع بدء شهر رمضان المبارك وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بدرورة تطبيق هدنة في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وتدليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح في قطاع غزة محذرا من أن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح قد يدفع الفلسطينيين إلى دائرة أعمق من الجحيم تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة اليوم 107 وال57 على التوالي وارتكبت اليوم عددا من المجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين وشنت قوات الاحتلال غارات على شمال وشرق خان يونس وشرق مدينة رفح جنوبية قطاع واستهدفت بوسط قطاع غزة مناطق البريج والمغراقة وجحر الديك كما استهدفت الغارات جنوبية الزيتون بمدينة غزة ومحيط منطقة الاتصالات غربي المدينة وأكدت السلطات الصحية بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت سبع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد سبعة وستين فلسطينيا وإصابة مائة وستة آخرين كما أنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العضواني على القطاع إلى واحد وثلاثين ألفا ومائة واثنتين عشر شهيدا واثنين وسبعين ألفا وسبعمائة وستين مصابة تتواصل الجهود المصرية المبذولة في مدينة العريش ومعب الرفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية المختلفة وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه 1599 كرتونة مواد غذائية من نظيره المصري كما يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الدولية لإرسالها إلى قطاع غزة المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أرحب بكم وبكل أسادة المشاهدين من هنا من مدينة العريش حيث لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة تعلمون أن مصر لم تتوانى لحظة عن تقديم كل أنواع وأشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين لكن بعد بداية شهر رمضان تتضاعف هذه الجهود بأشكال عدة نتحدث بداية عن تجهيز المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد الذي أقامته جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم قام هذا المطبخ بإرسال 10 ألاف وجبة فطار بالإضافة إلى 7 ألاف وجبة سحور وأيضا 25 ألف رغيف خبز اتجهوا بالفعل للأشقاء في قطاع غزة في أول يوم لشهر رمضان المبارك هذا بالإضافة إلى المجهود الإنساني الذي يقدم والدعم الإنساني والنفسي الذي يقدم فيه مخيمات اللاجئين والنازحين والخيم أيضا والمعسكرات التي أقامتها مصر داخل قطاع غزة من خلال متطوع الهلال الأحمر المصري بالإضافة إلى أن أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أعلن عن توزيع ما يقرب من 1600 كارتونة مواد جذائية بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وهذا يأتي بالإضافة إلى الوجبات السحور والإفطار التي تم توزيعها اليوم بالإضافة أيضا إلى الجهود المستمرة في مدينة العريش فيما يتعلق بأول يوم لشهر رمضان المبارك بتوزيع الوجبات الجذائية على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين سواء في عمارات السبيل التي خصصت للمرافقين والعالقين وأيضا في أماكن الإقامات الأخرى وأيضا الأماكن الاستشفاء تم توزيع عدد من هذه الوجبات بالإضافة إلى استمرار مطار العريش في استقبال العديد أيضا من طائرات المساعدات اليوم استقبل طائرة بلجيكية على متنها 51 طن من المستلزمات الطبية قادمة من منظمة اليونسيف وأيضا طائرة إماراتية بها عدد من المستلزمات الطبية التي ستذهب إلى المستشفى العائم في ميناء العريش أو حتى المستشفى الميداني في داخل قطاع جزائي هذه هي الصورة الخاصة بمدينة العريش ومعبر رفحها اليوم عودة إليكم مرة أخرى قال الفريق أول ركن ياسر العطى مساعد القائد العام للجيش السوداني أنه لن تكون هناك هدنة في السودان خلال شهر رمضان ما لم تغادر قوات الدعم السريع المواقع المدنية وشدد عطى على دراتي أن لا يكون لقائد قوات الدعم السريع أو لأسرته أي دور سياسي أو عسكري في السودان في المستقبل مؤكدا أنه لا توجد هدنة في رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع اتفاق جدة النازل والأعيان المدنية بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467 مليار ونصف المليار دولار وفق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمويل وكالات حكومية عدة جاء ذلك قبل ساعات فاصلة من إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة قبل ساعات فاصلة من إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون لتمويل وكالات حكومية عدة جاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل وكان هذا الإجراء قد تأجل في مجلس الشيوخ في وقت سابق بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة الإغلاق هذه الخطوة الكبيرة على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام أشاد بها زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شمر وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي فيما لا يزال يتعين على الكونجرس التوصل لاتفاق بشأن حزمة أكبر بكثير من مشاريع قوانين الإنفاق والتي تغطي الجيش والأمن الداخلية والرعاية الصحية والخدمات الأخرى إذ ينتهي تمويل هذه البرامج في 22 من مارس الجاري عبقرية موسيقية غير مسبوقة أثرت في الحياة الفنية لمصر منذ مطلع القرن العشرين والعقود طويلة وكان نتاجها ألحانا خالدة في وجدان الشعب المصري والعربي إنه الموسيقار محمد عبدالوهاب الذي يفتح متحفه أو يفتح متحفه أبوابه الجمهوري مجانا لمدة أسبوع احتفالا بذكرى مولده في مارس من كل عام بمجرد أن تضع قدمك داخل معهد الموسيقى بوسط القاهرة تأخذك طرقاته إلى زمن الفن الجميل فترى على يمينك ويسارك عباقرة الموسيقى المصرية حتى تصل إلى بوابة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومن غير لي ستجد نفسك تسافر وحدك وسط نوة موسيقية وألحان شغلت الماضي وعلمت الحاضر والمستقبل أنا في البداية بدأت أن أنا بعث في عادي مقطوعات صغيرة أنا كنت بألفها على البيانو فبعد كده لما رقيت أن أنا بعملها كتير فحبيت الموضوع بتاع البيانو وخليت بقى أشتريك لي هنا عشان أتعلمه وكان هدفي أن أنا أطلع يعني بيانست كبير الموسيقى فعلا غذاء الروح زي ما بيقولوا لأن هي بتخليك عندك مشاعر وطنية أو أنت مثلا مشاعر رمانسية أو ما إلى ذلك فأنا كان عندي سيشن تدريب النهاردة لابني وعرفنا كمان أن فيه الاحتفالية بذكر عبدالوهاب فبدأنا أننا نجي نزور المتحف ودي كنت أول مرة يعني أننا أجي المكان ده وبصراحة المكان جميل جدا أنه هو من التراث يعني مكان آثري قديم وفي نفس الوقت بيحتفظ بحاجات مرتبطة بالعبقرة بتاعة الموسيقى في مصر يعني ولد عبدالوهاب في الثالث عشر من مارس عام 1902 وتبناه أمير الشعراء أحمد شوقي ثم ظهر تفرد موسيقار الأجيال في كتابة النوة وتلحينها وبرزت موهبته أيضا في الغناء والتمثيل حتى وصل للعالمية وبمناسبة ذكرى بلاده يفتح المتحف أبوابه لجمهور محبيه بالمجان لمدة أسبوع ويشتمل المتحف الذي يعد نسخة من بيته على غرفة خاصة ليستمع فيها الزائرون لألحانه وأغانيه الفريدة من أغاني وطنية وقصائد ومواويل ووهبيات وغيرها من الألحان يستحي أن يهتف الفن به وجمال العبقريات الحياء هكذا قال عنه أمير الشعراء أحمد شوقي لكن هذا ليس إلا قطرة واستبحر من الإشادات المحلية والعالمية لفنان أغنى الموسيقى وأثراها بمزج شرقي وغربي متناغم كاريم بيبرس التلفزيون المصري وأما عن الأحوال الجوية والتقص سيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا أثلاثاء تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكل البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية بينما يسود تقص مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة